اشتركوا في القناة في سؤال رقم اثنين طلب منكم استخراج متمن شغول التجميع لاستخراج متمن شغول التجميع يجب اتباع ثلاث خطوة اساسية الخطوة الاولى قراءة دفتر شروط جيدا الخطوة الثانية قراءة جدوى الاختيارات وخاصة بالجزء التحكم الخطوة الثالثة النظر وتماع في منولاء الهيكلية نبدأ اولا الاشغولة رمزها مربع يحتوي على خطين متوازن وترقيمها هو رقم اربعة نظرا الى متمن الانتاج العادي فحذري فحذري حذري فهناك تلاميذ يرقمون الاشغولة من جدوى الاختيارات مثلا اذا كانت اشغولة تجميع موجودة في الصف الثاني في جدوى الاختيارات يرقمونها برقم اثنين وهذا خطأ ترقم الاشغولة من متمن الانتاج العادي لذلك رقمتها برقم اربعة بعدها عندما تنشط اشغولة اربعة اولا تعطي نداء هذا نداء على شكل اشارة اكس اربعة والمتمن لا يشتغل يجب ان يكون شرق اخر وهو تنشط المرحلة اكس اربعة والتي مكتوب فيها اذن تشغيل ايلي وكذلك تعطي اشارة على الشكل اشارة اكس اربعة عندما يتحقق الشرق اكس اربعة و اكس اربعة تنشط اكس اربعة فهنا نبدأ رسم المتمن قبل رسم المتمن يجب قراءة دفتر الشرط في دفتر الشرط قال لنا يتم تجميع لوحتين حيث تدفع اللوحة الخشبية المقلوبة بواسطة رافعة زاد فوق اللوحة الخشبية الحاملة لامدة الرصاص ماذا يعني؟ كما تلاحظون توجد لوحة خشبية تحتوي على خمس اخديد في كل اخدود يوجد الرصاص واللوحة الثانية كما تلاحظون مقلوبة وموضوعة على ساقة رافعة زاد كيف تتم عملية الجمع؟ عن طريق خروج ساقة رافعة زاد مما تجعل لوحة المقلوبة فوق اللوحة التي تحتوي على الاخدي وهذا المبدأ يشبه مبدأ عمل الحلوى مبدأ العمل الحلوى الحبة الاولى تحتوي على المعجون والحبة الثانية عادية ثم يتم تجميعهما بيدي الانسان نبدأ في الرسم اولا اول فعل وهو ديزاد ونركز جيدا في جدوى الاختيار ماذا قال لنا؟ قال لنا ان الموزع الذي يتحكم في الرافعة هو احادي الاستقرار ما معنى احادي الاستقرار؟ انه يغذى من جهة واحدة والجهة الثانية تحتوي على نابض الارجة ما معنى؟ اذا غذيت ديزاد الموزع يتحول الى مرحلة عمل كما تلاحظون الان هو في مرحلة راحة حيث في مرحلة راحة بي مربوطة مع السدادة وفتحة تغذية الخلفية للرافعة مربوطة مع فتحة تسريب الهواء وبالتالي رافعة تكون في الحالة الابتدائية عند تنشيط مرحلة اكس واحدة وربعين يغذى الموزع من هنا لاحظوا ما الذي يحدث موزع يتحول الى مرحلة عمل وبالتالي فتحة تغذية بي تصبح موصولة مع فتحة الخلفية للرافعة وبالتالي يمر الهواء عبر الانبوب ثم فتحة الخلفية وبالتالي يدفع الهواء مكبسة رافعة الى غاية الضغطة رافعة على زاد وهنا تنتهي عملية الدفع اذا الشر الجديد هو زاد من بعدها تأتي مرحلة 42 هناك الكثير من يكتب دي زاد ناقص وعندما تكتب دي زاد ناقص هنا تقول بان الموزع ثناء الاستقرار يستخرج ساقة رافعة نغضيه ب دي زاد زايد ولادخال ساقة رافعة نغضيه ب دي زاد ناقص وهذا خطأ عند تنشيط مرحلة 42 اي تنتهي التغذية دي زاد وبالتالي نرى الارجاع الموجود في الموزع يقوم بارجاعه الى الحالة الابتدائية عندما يرجعه الى الحالة الابتدائية ماذا تلاحظون؟ تلاحظون الغرفة الخلفية اصبحت موصولة مع فتحة تسريب الهواء وبالتالي النابض الموجود في الرافعة البسيطة يدفع المكبس والهواء يخرج وينفذ ويعود الى الحالة الابتدائية عندما تنشيط مرحلة 42 وهي مرحلة الانتظار تعطي الجواب للأشغولة 4 وبالتالي تعطي لها شرط X42 أشغولة 4 نشيطة وX42 محققة وبالتالي تنشط الأشغولة 5 وتخمل الأشغولة 4 وعندما تخمل الأشغولة 4 تصبح X4 بار وهنا نقول أنها غابة نداء الأشغولة صحيحها هنا X4 بار وهنا ينتهي متمن الأشغولة 4 وبالتالي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر